أهلاً أعزائي المشاهدين في قناة تحليل الشطرنج 64 نعطي في هذا الفيديو ثلاثة تمثلة لحالات يهدد فيها الحصان الأبيض بالفوز بمكسب مادة أو انهاء اللعبة بكشمات باستخدامها حتى كتيكات الشطرنج هذا الدرس يستهدف اللعب المتوسط والممتدئ حاول اكتشاف مثل هذه الأنماط في ألعابكم نبدأ بالمثال الأول دور اللعب الأبيض يحرك الحصان الأبيض للمربع D4 ويهدد الفيل الأسود ومن الأفضل اللعب الأسود أن يقبل بخسارة الفيل أما إذا ابتعد الفيل الأسود للمربع A6 مثلا فإن الحصان الأبيض يتحرك المربع F5 كشملك وسيفوز اللعب الأبيض بالقلعة السوداء ننتقل للمثال الثاني دور اللعب الأبيض يحرك الحصان الأبيض للمربع E4 ويهدد القلعة السوداء والأفضل اللعب الأسود أن يقبل بخسارة القلعة أما إذا ابتعدت القلعة للمربع G7 مثلا فإن الحصان الأبيض سيتحرك المربع C5 كش ملك وسيفوز اللعب الأبيض بالوزير الأسود ننتقل للمثال رقم ثلاثة دور اللعب الأبيض يحرك الحصان الأبيض للمربع D4 ويهدد الوزير الأسود والأفضل للعب الأسود أن يقبل بخسارة الوزير وإنقاذ الملك الأسود بتحرك الحصان الأسود للمربع B6 أما إذا حرك الوزير الأسود للمربع G6 مثلا فإن الحصان الأبيض يتحرك المربع C6 كش مات ويفوز اللعب الأبيض باللعبة حسنا وصلنا لنهاية هذا الدرس أتمنى أن يكون قد أعجبكم الفيديو ولا تنسون شير وسبسكرايب ولايك كما يمكنكم متابعتنا على حساب الانستغرام تحليل الشطران جربع الستين شكرا على المتابعة وأراكم في مقطع قادم بإذن الله اشتركوا في القناة